نهارده شجعنا من قلبنا المنتخب السعودي تحمسنا الوقت كان بيمر علينا طويل جداً في اللحظات الأخيرة سمعت الجماهير المصرية في الشوارع وبيتقول صفر خلص المباراة عايزين إنجاز تاريخ حصل النهارده إنجاز حقيقي محترم محترم قائمة شرف قائمة شرف رائعة جداً للمنتخب السعودي النهارده لعبين أبطال لعبين كبار مهمين تعبوا واكتهدوا وتدربوا واشتغلوا وتنفسوا بشرف في الدوري السعودي لعبين محليين مش موجودين في أوروبا ولكن عندهم دوري محترم دوري كبير استحقوا اليوم بكل جدارة إنهم يكونوا أبطال النهارده على حساب البطل المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا قائمة شرف المنتخب السعودي الأبطال اللي عملوا مباراة تاريخية النهارده هتتحط في التاريخ هم كالتالي محمد العويس سعود عبد الحميد حسان التنبكت علي البليهي وياسر الشهراني وعبد الله الملكي ومحمد كنو وفراس البركان وسلمان الفرج وسالم الدسري وصالح الشهري ونواف العابد وسلطان عبد الله الغنام وعبد الله العمري وهيسم أسيري ومحمد البريك دي قائمة الشرف القائمة الشرف اللي شرفت كل الوطن العربي تحية للمنتخب السعودي تحية للمنتخب السعودي من القلب اللي شرفنا النهارده وأظهر صورة عربية عظيمة في كأس العالم قطر 2022 صورة عربية محترمة في المنديال صورة عربية محترمة نتمناها مستمرة صورة عربية محترمة نتمناها في كأس العالم عادة وليس استثناء أجيال كتيرة عربية جزائر في 2014 مصر في 90 مغرب 86 السعودية في 94 وهذا الجيل الرائع في هذا العام 2022 أجيال استثناءية عربية نتمناها العادة وليس استثناء احتفال يستحقوه في ناس النهارده كي يقول إيه الناس في السعودية فرحانة قوي فرحانة قوي تخيل يا أستاذي لو كسبت حضرتك لأرجنتين هتعمل إيه تخيل تخيل فرق إذكال إحنا فرحانين من بعيد فرحانين قوي بقى لك أنت مواطن سعودي هتعمل إيه أكيد الفرحة أضعاف 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 أي فرحة انتصار طبيعي آه مش هبالغ لو قلت إن فوز زي النهارده يساوي عند منتخب زي المنتخب السعودي فوز بكاس عالم تبتلاع بالأرجنتين انتقاط ترجم بتاعك إنك ما تاخدش كاس عالم بس تعمل أداء مشرف ما بقى لك أنت بقى لما تعمل أداء مشرف وتكسب منتخب كبير زي المنتخب الأرجنتين حاجة فوق الخيال